السؤال المرتبط بالقضية الوطنية ولن مغرب مرة ثانية وعبر القرار الصادر عن مجلس الأمن الأخير يبرز كفاعل أساسي منخرط في إطار التعاون مع الأمم المتحدة في تسوية هذا النزاع هناك ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة التي تتم على المستوى المخيمات تنذف لا يمكن أن نتصور غروب منها من طرف البوليزاريو هذا واحد الواقع الآن يتأكد ولهذا في الوقت الذي تتقدم فيه بلادنا بعد الاعتماد دي القانون الجديد الخاص من جيس وطني الحقوق الإنسان تتقدم فيه بلادنا على ترصيخ وحد الممارسات وآليات ولهذا التنويه بدور الليجان الجهوية لحقوق الإنسان لم يكن مسألة عادية لكن في المقابل هناك انتهاكات جسيمة وهذا الأمر كان موضوع بالنسبة كان موضوع نقاش على المستوى للأمم المتحدة لأنه إذا تتبعتم تصريحات الأخيرة لرئيس بعثة المملكة المغربية بالأمم المتحدة السفير عمر هلال والذي ضحض عدد من الأوهام المرتبطة بالقضية الوطنية ومنها ما يتعلق بما يقع في المخيمات حيث يتفاقم اليأس والإحباط وتتفاقم الانتهاكات اليوم التي هي موثقة بالصوت والصورة والمنتظم الدولي معني باتخاذ قرارات تهم هذا الأمر إن شاء الله يوم الاثنين المقبل سيد رئيس الحكومة سيقدم عرضا حول الحصيلة المرحلية للحكومة بالبرلمان بغرفته الجناء الوزارية لتتبع البرنامج الحكومة قد تجشي معها أمس الأربعاء من أجل استماع إلى آخر الملاحظات المطارحة حول عمل الجنو التي عقدت سيسيلة من الاجتماعات السابق الحمد لله كين تنويه بالجهود المعتبر المبدول على المستوى الحكومة من أجل إنجاز عدد من نقاط في البرنامج الحكومي ذات العلاقة ما هو اقتصادي، اجتماعي، سياسي، تقافي وإلى جانب ذلك هناك وعي بالأوراش المفتوحة والتي ينبغي أيضا إكمالها مع احترام الأجل مقررا لذلك في نفس الوقت جرت تأكيد على ضرورة رفع التعبئة الجماعية وتأكيد على ضرورة الشغل على ضمان التقائية ما بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية بمجال معين من أجل إنجاح أهداف ذلك المجال إذن رفع الوتيرة للشغال وفي نفس الوقت التركيز على الأمور التي علاقة بالمواطن أو بالمقاولة وتقديم المؤشرات المرصبتة بها وهذا أيضا من نتائج الجماع الأمس السيد رئيس الحكومة إن شاء الله بعد تقديم الحصيلة سيكون هنا نقاش على مستوى البرلمان وإن شاء الله تكون واحد لحظة سياسية مهمة في الوقوف عندما أنجز ولكي في نفس الوقت عند الأوراش المفتوحة المستقبل في نصلات اللجنة ديال المشروع على القانون الإيطار ديال التربية وتحت كتوى البرلمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر